من المتابعين انضم لنا مراسل غد عمر المنيري يعني عمر في الحقيقة بوريس جونسون يقول يدعو إلى انتخابات عامة ورغم أن هناك 21 من الحزب المحافظين تم فصلهم ما الذي يفكر فيه؟ نعم هذا هو سؤال المليون دولار ووائل كما رأينا الآن هذه الجلسة وهي الجلسة الأولى لرئيس الوزراء بوريس جونسون في جلسة المسائلة الإسبوعية ويبدو كالنمر الجريح ليس لديه ما يستطيع الدفاع عنه وخصوصا جيريمي كوربين استطاع أن يقهره في أكثر من سؤال كما تبين سؤالك وائل هناك 21 من أعضاء البرلمان من كبار أعضاء البرلمان في حزب المحافظين نتحدث عن كينيث كلارك أحد أقدم النواب كيف يتم فصله لأنه كان ضد الحكومة الحالية 21 من أهم أعضاء نواب البرلمان بالنسبة لحزب المحافظين يؤسسون ويكرسون حزب المحافظين يتم فصلهم كيف سيخوض هذه الانتخابات إذا دع عليها ويبدو أنه سيدعو لها اليوم في الساعة 8 مساء إذا ما نجحت المعارضة في إقرار أو في تصويت لصالح الخروج بدون صفقة فسيضطر لأنه ليس لديه أي شيء يخسره هو يريد أن يسرح البرلمان وهذه الخطوة التي يريد أن يتخذها معناها أنه يتم تسريح البرلمان ومعنى تسريح البرلمان أن كل الأمور أو كل المشاريع القوانين التي كانت تمت في الجلسة هذه والجلسات الماضية سيتم وقفها ولن يتم مناقشتها مرة أخرى ويجب إعادة المناقشات من أول وجديد هو يريد أن يكسب وقت أو على الأقل يضيع بعض الوقت حتى تخرج بريطانيا بدون اتفاق بـ 31 من أكتوبر هذا لبما هو ما يفكر فيه لكنه يبدو أن هذه الاستراتيجية حتى الآن هي استراتيجية فاشلة بعد خسارته التصويت يوم أمس والآن البرلمان هو الذي يسيطر على البرنامج اليومي لمنقشة البرلمان البرلمان البريطاني عمر هو نفسه من قام بإعداد الأجندة لبعض الأعمال وكذلك التسيير الأمور كيف نفهم سياسة البرلمان البريطاني في أن يضع أجندة معينة لمثل هكذا أمور نعم في الأصل والحكومة هي التي تحدد برنامج اليومي لمنقشات وجلسات البرلمان لكن بالأمس تم التصويت أن يتسلم نواب البرلمان هم الذين يتسلمون وليست الحكومة وليست أعضاء الحكومة أعضاء البرلمان هم من يقررون ماذا سيتم مناقشته بشكل يومي هذه النقطة تصب في مصلحة المعارضة التي كانت تريد أن يتم مناقشة بند أو مشروع قانون الخروج بدون صفقة أو الغاء هذا المشروع سيتم التصويت عليه بدءا من الساعة الثالثة وهناك تصويت آخر للقراءة الثانية في الساعة السابعة إذا تم تمريل هذا بحسب الأجندة التي وضعها البرلمانيون سيضطر بوريس جونسون في الساعة الثامنة مساء أن يعلن أن هناك انتخابات عامة لكن في المقابل سيتم تمريل هذا القانون إلى مجلس اللوردات أو المجلس الأعلى ومن ثم إذا وافق عليه مجلس اللوردات يوم غد ربما يوم الاثنين يتم إقرار عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا معناه أن على بوريس جونسون بهذه الحالة أن يذهب إلى بروكسل ويطلب تمديد المادة خمسين وتأخير وتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل أي عام 2020 طيب يعني عمر هناك مناظرة شديدة بين بوريس جونسون وجيرمي كوربين حتى أن بوريس جونسون تم استفزازه ووصف جيرمي كوربين بأنه دجاجة ما هي الأوراق التي يعتمد عليها جيرمي كوربين يعني لوضع بوريس جونسون في زاوية ضيقة لدرجة أنه لم يتمالك أعصابا في ماذا يتمثل هذه الأوراق؟ بالفعل هذا ما دائما يحدث في البرلمان لكن جيرمي كوربين لا ننسى أنه استطاع توحيد المعارضة لأول مرة منذ عقود طويلة وحد المعارضة في اجتماعين كان آخرهم اجتماع يوم أمس والنتيجة كانت بالأمس بالفعل لهذا الاجتماع جيرمي كوربين يعتمد على توحد المعارضة ضد بوريس جونسون خصوصا أنه هناك نوع من اتفاق الضمني مع الحزب القومي الاسكولتلندي وهو أحد الأحزاب القوية في البرلمان بالإضافة إلى أنه أيضا هناك تعاطف وانتجام مع الحزب الأحرار الديمقراطيين هو الآخر ثلاثة أحزاب على الأقل تستطيع أن تشكل حكومة في أي وقت إذا ما تم حجب الثقة وهذه ورقة يستطيع من خلالها جيرمي كوربين أن يقدمها في أي وقت يريد لكن الآن اللعبة تماما في يد المعارضة بقيادة جيرمي كوربين وهذا هو ما يجعله بهذه القوة اليوم ويوم أمس وهذا ما يجعله يستطيع أن تغلع بوريس جونسون وخصوصا أن بوريس جونسون لم يكن لديه أي شيء حين تم سؤاله عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي قال أنه ليس هناك مفاوضات بمعنى المفاوضات هناك أحاديث فقط وهذه نقطة ضعف بوريس جونسون الذي لم يتواصل مع الاتحاد الأوروبي كمفاوض إذن عمر المنيري بالتأكيد سنكون معك على مدار هذا اليوم لمعرفة آخر التطورات في هذا الموضوع المعقد والمتشعب أشكرك عمر المنيري على كل هذه المعلومات إلى حد الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر